من بين الوثائق التي كشفت عنها الولايات المتحدة رسائل أرسلها أسامة بن لادن إلى مسؤول تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان الشيخ محمود الشهير بعطية الله الليبي في هذه الرسائل شدد بن لادن على رفضه تصعيد القاعدة لعملياتها في اليمن لعل أهم ما كشفت عنه رسالة بن لادن إلى أقرب المقربين منه في أيامه الأخيرة عطيت الله الليبي قلقه على مستقبل تنظيمه وضعف سيطرته عليه ونيته إصدار بيان يعلن فيه عن مرحلة جديدة لتصحيح مسار القاعدة في رسالته رفض بن لادن رفضا صريحا تصعيد القاعدة عملياتها في اليمن لأن ذلك يستنزف طاقة التنظيم ويدخله في صراعات تخسره تعاطف الناس معه خاصة مع انعدام إمكانيات إقامة إمارة إسلامية ورأى بن لادن أن لا مبرر لاستعجال في هذه العمليات بل وأن إيقافها فيه مصلحة عامة للتنظيم وأضاف في رسالته أن خير دليل على ذلك قوله إن الناس في اليمن لو خيروا بين حكومة تشكلها القاعدة أو حكومة تساعد دولة خليجية في تشكيلها بشكل مباشر أو غير مباشر لاختاروا الدعم الخليجي وإن كان بن لادن رفض وبشدة شن عمليات في اليمن لقوله إن قتال المسلمين في بلدانهم سيقود إلى خسارة الحرب في نهاية المطاف فإنه أيد تركيز العمليات داخل البلدان غير المسلمة والقيام بعملية كبيرة طلب أن ينفذها عشرة شبان خليجيين يتم تدريبهم على الطيران في بلدان متفرقة لينفذوا هذه العمليات ويبدو أن أسامة بن لادن كان على دراية بدور الإعلام وكان متابعا للقنوات الإخبارية كالعربية حين تحدث وبانتقاد شديد لإصدار نائب قائد التنظيم في اليمن سعيد الشهري بيانا دعا فيه إلى قتل الأمراء والمسؤولين في السعودية إذا لم يفرج عن سيدة القاعدة الأولى هيلالكسير في وقت كان خلاله الإعلام منشغلا بقضية اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية قبالة غزة من دون أن يأتي البيان وعلى ذكر الحادثة الرسالة ركزت على سلسلة من النصائح للقائد الجديد في المجالين المسلح والإعلامي فدعا أسامة إلى الاستفادة من تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في عملياتها المسلحة وشدد على إراد القضية الفلسطينية في صدارة كل البليانات الخاصة بالعمليات المسلحة في كل مكان لا علاقة لفلسطين به اللافت أن أسامة بن لادن لم يتطرق في رسالته إلى نائبه أيمن الظواهري باستثناء ما ذكره عن تجاهل الظواهري للرد على الرسائل التي أرسله إليه على مدى أشهر زين الفايز العربية